قامت سفيرة الحملة من أيدي الإصراع في التقليل من وفيات الأمهات والأطفال فاطمة جرجينة بزيارة لعدد من المراكز الصحية بمدينة مندو حاضرة إقليم اللغون الغربي سعيد أحمد حسن مدينة مندو حاضرة إقليم لغون الغربي حضيت بزيارة الحملة من أجل الإسراع في التقليل من نسبة وفاة الأمهات والأطفال كرمة وقد شملت الزيارة اثنان من المراكز الصحية بمندو وهما المركز الصحي لحي كنزة والآخر لحي تاي وقد زود كل من المركزين بفريق متكامل ومعدات وأدوات صحية تسهل على العاملين تفعيل خدمة للمواطنين على مدار 24 ساعة وذلك يأتي سعيا من قبل وزارة الصحة العامة لتطبيق لا مركزية في إدارة المراكز الصحية بالأقاليم السفيرة بلندو جورجينا فاتيمي نصحت العاملين المعنيين بالقطاع الصحي خاصة بالأم والطفل تطبيق نظام المراجعة الدقيق لصحة الحوامل الذي أقرت به منظمة صحة العالمية أومس وطلبت من الأمهات التركيز على تنظيم الإنجاب وذلك بأخذ الأمصار والعقاقير المساعدة بعد استشارة أخصائيين في هذا المجال إضافة إلى تسجيل المواليد الجدد في سجل المواليد ريثما تستخرج الشهادات الميلادية باعتبارها حق طبيعي لحديث الولادة وأول شاهد على أحقيتهم بالجنسية ترجمة نانسي قنقر